أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الطور نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم أن ينعم علينا بفهمها والعمل بما فيها في هذه الدورة دورة الأترجة يقول الله عز وجل فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولمجمون ذكر يا محمد هؤلاء الذين بعثت بهم بعثت فيهم ذكرهم ذكرهم بالتوحيد وذكرهم بهذه الرسالة التي أوحى الله بها إليك وذكرهم بالجنة وذكرهم بالنار فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون لست كما يصفونك بفضل الله عليك وحمد الله سبحانه وتعالى لا كاهنا ولا مجنونا لكن عليك أن لا تصغي إلى ما يقولونه فيك يريدون من ذلك أن يثنوك عن دعوتك وأن يردوك عن الحق الذي تقوم به ذكر ثم ذكر ثم ذكر وإياك أن تتوقف لأن الذكرى من مستلزماتها أن يعيدها الإنسان ويكررها مرة بعد أخرى ومن طبيعة الإنسان النسيان والغفلة قيل ما سمي الإنسان إلا لنسيه لأنه ينسى وأول من نسي آدم عليه السلام كما قال الله في سورة طاها ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة فالإنسان من طبيعته يغفل ويلهو ويسهو وينسى فيحتاج إلى من يذكره أن تذكر نفسك وذكر إخوانك وأنا أذكرك وأنت تذكرني ونحن نتواصى بالحق يوصي بعضنا بعضا به ونذكر أيضا أهل الباطل فإن الحق قد لا يبلغهم هذه الساعة وقد لا يصل إلى قلوبهم ولكنه يأتي يوم يصل فيه إلى قلوبهم فينتفعون بذلك ويؤمنون ويذعنون فيكون لنا بذلك أجرهم ونحصن بذلك أجر هدايتهم قال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن الكاهن هو الذي يتلقى المعلومات من الجن فإن الشياطين كانت تسترق السمع وتأتي لهؤلاء الكهان فتخبرهم بشيء مما استرقت فيه السمع شيء من الحق وتضيف إليه مئة كذبة فيصدق الكاهن في ذلك الشيء فيظن الناس أنه صادق في كل ما يدعيه من علم الغيب أنت يا محمد لست كاهن ولا ينطبق عليك وصف الكاهن في شأن من شؤونك حاشاك من ذلك ولا مجنون وهو ضد الكاهن الكاهن يأتيه الجن أو الشيطان بالعلم من المغيبات مما يسترقه ويضيف إليه من الأكاذيب ما يضيف والشيطان هو ذاك الرجل والمجنون هو ذاك الرجل الذي يتخبطه الشيطان فيلعب به ويؤذيه فلست أيضا كذلك لا كاهن يأتيه علم من الجن أو الشياطين ولا مجنونا يتعبث به الشيطان قال أم يقولون شاعر بل يقولون شاعر يصفونك بأنك شاعر سبحان الله وهم يعرفون الشعر ويعرفون أوزانه ويعرفون طريقته التي هو عليها بل هم أعلموا الناس به فكيف يمكن أن يوصف القرآن بأنه شاعر وأن الذي جاء به شاعر لا والله ما هو بشعر ولا محمد صلى الله عليه وسلم بشاعر حتى أن الله عز وجل ويقاية للقرآن بأن يتهم بأنه شعر منع رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يكون شاعرا أو يستطيع أن يحفظ الأبيات من الشعر وإذلك ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من محفوظ الشعر إلا الشيء الذي لا يكاد يعني يسمى به شاعر مثل قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وكان عليه الصلاة والسلام إذا قال بيتا يغير فيه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرة والأنصار فاغفر للمهاجرة والمهاجرة حتى يستقيم طرف البيت مع طرفه الأخير مع طرفه الأول لأن الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له ليبقى محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا للوحي لا يخلطه بشيء ولا يلتبس على الناس من أمر الوحي شيء قال الله عز وجل أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون نتربص به ريب المنون ننتظر به ريب المنون أي الموت هذا شاعر ننتظر أن يموت فنسلم منه ومما جاء به لأنه يعني غير عليهم كثيرا مما عهدوا عليه أباؤهم فهم لا يريدون أن يغير عليهم أحد وأنكروا هذا الحق الذي جاء به من غير حجة ولا برهان قال أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ننتظر به داهية تأخذه وريب المنون يطلق على الموت يطلق على حوادث الدهر المستأصلة التي يعني تهلك الناس قال الله عز وجل مغيظا لهم قل لهم يا محمد تربصوا انتظروا فإني معكم من المتربصين وستنظرون من هو الذي ينزل به ريب المنون أنا أم أنتم وجاء ريب المنون فنزل بهم كان ذلك في غزوة في غزوة بدر عندما نزل بهم الموت فاجتث سادتهم وقادتهم وكبراء أولئك الذين كانوا يمنعون هؤلاء من قبول الحق ويصدون أقوامهم عن استجابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين المنتظرين ثم قال الله عز وجل أم تأمرهم أحلامهم بهذا يعني بل تأمرهم أحلامهم بهذا والعرب وأهل مكة خصوصا كانوا موصوفين بقوة الرأي وسداده ونفاذ البصيرة فكانوا أهل عقول راجحة ولكن لما جاءت دعوة الحق شرقوا بها ولم يقبلوها حسدا وبغير فالله يقول أهذه عقولكم تأمركم بهذا وتقول لكم مثل هذا القول كان الأجزر بكم أن تقبلوا الحق وأن تدعنوا للدلائل فإن الحق إذا عرض على العقول السليمة قابلته وانقادت له أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أي بل هم قوم طاغون الطغيان قد ملأ قلوبهم فصدهم عن قبول الحق وهذه مصيبة الإنسان إذا طغى فإنه إذا طغى لم يقبل شيء من الحق يستكبر ويعاند ويكابر نسأل الله العافية والسلامة وإذلك قال الله في سورة سورة إقرأ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى إن إلى ربك الرجع تهديد له يطغى أن يستكبر ويتجاوز الحد في العلو متى إذا رأى نفسه قد استغنى إذا رأى نفسه هو المالك لأمره المدبر لأحواله وأن هذا الذي بيده من المال من عندي نفسه قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه من هو أشد منه قوة وأكثر جمع قال الله عز وجل أم يقولون تقوله بل يقولون تقوله أي افتراه وكذبه وجاء به من عنده سبحان الله هل يستطيع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم ما يستطيعه وأنتم تعرفونه قبل أن يأتي بهذا الوحي ما كان يقول شيئا من هذا الكلام وما عرف عن أحد من مثله ومن أين يتلقاه كيف تعلمه هكذا فجأة من دون مقدمات ولا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون هم لا يريدون الإيمان فقط وإنما يقولون هذه المقالات ليرضوا بها أنفسهم وليصدوا بها من حولهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من هذا القرآن العظيم قال الله عز وجل متحديا إياه فليأتوا بحديث مثله إذا كنتم تقولون إنه تقول طيب معنى ذلك إنه شيء ممكن للبشر إذن أنتم اجتمعوا جميعا وأتوا بحديث مثله وتقولوا كما تقول لا تستطيعوا ولم تقدروا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يستطيعون ولا يقدرون هذا كلام لا يطيق أحد كائنا من كان سوى الله أن يتكلم به أو يأتي به ولذلك نحن نجد الفرق والبون الشاسع بين ما يتحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وما ينقله لنا من كلام ربه سبحانه وتعالى فرق كبير جدا بين هذا وهذا وكلاهما وحي من عند الله عز وجل لكن نظم هذا يختلف عن هذا تماما أم يقولون تقوله إذن إذا كان يتقوله ويستطيع مثله بشر فاجتمعوا أنتم وقولوا مثله لتنتهي القصة من أولها ونكفى أمر هذا الذي يدعي أن عنده كلاما لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله قال الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فلما انتهى من أمر القرآن وصحته وأنه من عند الله وأن ما قالوه فيه ليس حقا ولا صدقا انتقل بعد ذلك إلى التوحيد فذاكر توحيد الربوبية والألوية استدل بالربوبية على الألوية فقال أم خلقوا من غير شيء بل أخلقوا من غير شيء هل أنتم خلقتم هكذا من غير شيء صدفة أم هم الخالقون أي خلقتم أنفسكم أم خلقوا السماوات والأرض لأنه لا يخلو أن يكون الإنسان إما أن يكون خلق صدفة وهذا باطل بالعقل والنقل والفطرة والحس ما في أحد يقول إن الناس خلقوا من غير شيء ولا يمكن أيضا القسمة الثانية أن يكونوا هم قد خلقوا أنفسهم ما يمكن هذا أبدا تقول أنت خلقت نفسك ما يمكن هذا هذا العقل شاهد بأنه لا يمكن أن يكون طيب فإذا لم يثبت هذا ولم يثبت هذا ثبت الثالث وهو أن الله خلقه وإذا كان الله خلقه فلابد أن يتوجه إليه بالعباد ولا يعبد أحدا سواه وهذا من أعجب أدلة القرآن لأنه جاء بكل المحتملات في جملتين قصيرتين في آية واحدة قال إما أن تكونوا خلقتم أنفسكم وإما أن تكونوا خلقتم من غير شيء لا لا هذا ولا هذا إذن الذي خلقكم هو الله هو المتفرد بخلقكم وهو الذي يجب عليكم أن تعبدوا ولا تعبدوا أحدا معه ولا تعبدوا أحدا سواه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض هم عندما يدعون ما يدعون هل خلقوا السماوات والأرض أو عندما يلجأون إلى هذه الأصنام التي يعبدونها هل خلقت هذه الأصنام السماوات والأرض بل لا يوقنون ما عندهم شيء من اليقين إنما هي تخرصات وأوهام يعيشون عليها وهذه يا إخواني حيرة أهل الباطل سبحان الله ليس عندهم حقائق إنما عندهم أوهام يعيشون عليها ويتبضعون بها ويرضون أنفسهم به ليس عندهم من الحق شيء قال بل لا يوقنون ثم قال أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون هل بأيديهم خزائن الله عز وجل فينفقون منها كيف شاءوا ويعطون من شاءوا لا والله ما عندهم شيء من ذلك إنهم يتأخر عليهم مطر فلا يستطيعون أن يأتوا به إلا أن يأتيهم الله به وإنهم يذهب عليهم الشيء فلا يستطيعون أن يستردوه قال الله عز وجل أم هم المسيطرون المهيمنون على الأشياء القائمون بها المتنفذون فيها لا والله حتى هذه ليست في أيديه يعني من أنتم أنتم عباد مخلوقون خلقكم الله عز وجل وهو الذي يدبر أموركم ويتصرف فيكم فوجب عليكم أن تأوبوا إليه وأن توحدوه وتعبدوه قال أم لهم سلم يستمعون فيه انظروا حجج صغيرة لكنها يا إخواني مدمرة لباطلهم ما تركت شيئا من الشبه في قلوبهم إلا جاءت عليه بأقصر عبارة ولذلك قلنا أن هذه السورة هي سورة ذكر جزاء المبطلين ودفع ودحض شباههم ما تركت لهم شبه إلا دفعتها بأقصر ما يكون وأخصر ما يكون من الألفاظ قال أم لهم سلم يستمعون فيه هل عندهم سلم يذهبون به إلى السماء فيستمعون الوحي ويأتون به ويعرفون الحق من الباطل ما عندهم شيء من ذلك فليأتي مستمعهم بسلطان مبين يعني فليأتي من يستمع لهم بحجة بينة يدفع بها هذا الحق الذي جئت به يا محمد أم له البنات ولكم البنون يعني أنتم زعمتم أن له البنات من أين زعمتم هذا الزعم من أخبركم أن لله ولدا ومن أخبركم أن الولد الذي لله هو من جنس البنات دون البنين وحتى أنتم ما عدلتم عندما حكمتم لله بالولد جعلتم له أضعف الصنفين أو النوعين جعلتم له البنات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أم له البنات ولكم البنون من أين جئتم بهذا ما هي حجتكم على هذا أن له ولدا وأن هذا الولد من جنس البنات وليس من جنس البني ويجعلون لله ما ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب يعني حتى لما جعلوا لله شيئا من الذرية الذرية جعلوا الصنف الأدنى والأقل والأضعف قال أم تسألهم يعني هل الذي يردهم عن الحق أنك سألتهم أجرا فهم من مغرم مثقلون هذا هو الذي يردكم عن قبول الحق هل سألتهم يا محمد شيئا من مالهم أو من دنياهم قلت أعطوني على أن أبلغكم هذا الحق فأنتم من الغرم مثقلون من مغرم أي من غرم مثقلون فأنتم تقولون نحن لن نقبل من محمد شيئا لأنه يأخذ علينا أجرا وبهذا يعلم أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يترفع عن الأجور ما يأخذ على دعوته من الناس شيئا إنما يبلغهم دين الله لأجل الله لا يقبل من الناس دينارا ولا درهما في مقابل قوله للحق وهذا طبعا بخلاف من يفرغه الإمام أو تفرغه الدولة للدعوة ليقوم بها وتعطيه من بيت المال فإن هذا يسمى الرزق وهو جائز بالإجماع مثل ما يعطى العمى والخطبة والدعاة والقضاة والمنتصبون للتدريس فهذا يسمى رزقا لكن لا يجوز للإنسان أن يقول أنا سأعظكم وسأعلمكم لكن تعطوني مالا سأبلغكم دين الله وأعطوني أجرا هذا لا يجوز وذلك قال الله عز وجل أم تسألهم أجرا هل الذي منعهم للحق يا محمد أنك سألتهم أجرا فهم من مغرم أي من غرم وديون أثقلتهم بها مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون هل عندهم شيء من الغيب فيكتبونه فيستغنون بذلك الغيب عما عندك أو عندهم شيء من الغيب فيقولون إنك شاعر نتربص بك ريب المنون ستموت عما قريب من أين لكم هذا الغيب هذا من علم الله ومن علمكم قال الله عز وجل أم يريدون كيدا بل يريدون كيدا فيما يقولونه ويتأمرون به ويحكونه عنك يريدون الكيد لك وصد الناس عن الدخول في دينك ما يريدون شيئا غير ذلك ولذلك يقول الله عز وجل فالذين كفروا هم المكيدون ما أحد كاد هذه الدعوة بشيء من الكيد إلا رجع كيده عليه وارتدت سهامه إليه وما أبلغ يا إخواني من الواقع الذي نعيشه هذه تونس قبل عام وشهرين كانت في حال من تسلط أهل الطغيان على أهلها المسلمين لا يعلمهم إلا الله حتى بلغ بهم البلأ شيئا لم يعرف في أهل الإسلام قاطمة إذا أردت تدخل المسجد تدخل ببطاقة وفي مسجد معين ما تصلي في أي مسجد وما يسمح للمرأة أن تضع على رأسها شيئا تستر به رأسها إلا أن تكون نصرانية فهذه يسمح لها لأنها ما عندها مشكلة ولا يسمح للإنسان بالتعدد ووجدوا رجلا يدخل على امرأة امرأة رجل من الصالحين قد توفي فتزوجها فأخذ للتحقيق فادعى أنها خدينة فاعتذروا إليه يعني إن كانت زوجة فأنت تحل بك أقسى العقوبات إن كانت خدينة وصديقة تسامرها أو تجلس معها فأنا نعتذر إليك يعني شوشنا عليك وآدينا وصل بهم البلاء إلى هذه الدرجة وكادوا الحق في كل ميدان ماذا حصل؟ قلب الله عليهم الأمور في شيء لم يتوقعه أحد ولم يتصور أحد من الخبراء أن يصير هذا الذي صار الآن الحجاب انتشر في تونس والمساجد امتلأت بالمصلين يحدثنا بعض المشايخ الذين ذهبوا إلى هناك فيقولون والله إن المساجد تغص بالمصلين وإذا سمع الناس بأن هناك محاضرة أو درس ما تجد لك مكانا وقد عاشت أكثر يا إخواني من أربعين عام في تجهيل تام يعني جيل كامل ونصف من الناس عاشوا في حالة لا يعلم بها إلا الله حتى أن الجامعات الإسلامية العريقة التي أنشأت في أكثر من عشر قرون سابقة أغلقت وهجرت ولم يصبح لها أحد يرتادها بل جعلت أصطبلات الخير بس الله العافية والسلام انظروا يا إخواني إلى أي مدى من الكيد لكن رد الله كيدهم في نحورهم قال أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولذلك يبتل الله أهل الحق وأهل الباطل يبتل الله عن الحق عندما يرون أنهم أهل حق ومع ذلك يسلبون حقهم ويمنعون من ممارسة ما هو حق لهم لا تستعجلوا يا أهل الحق سيأتي اليوم الذي ترون فيه كيف أن الأمور تنقلب على هؤلاء الذين يكيدون الحق ولذلك انظروا يا إخواني يعني ما كيد أهل الإسلام بمكيدة أعظم من المكيدة التي حصلت في هذا العصر من اجتماع أهل الباطل وضعف أهل الحق وحصول هذا البلاء العظيم في وسائل الشر لكن مع ذلك سبحان الله كل هذا الشر زال بنفخه واحدة من نفخات الحق ونفحه واحدة من نفحات الرب سبحانه وتعالى الآن البرلمان المصري يا إخواني الذي كان لا تكاد تجد فيه ملتحيا واحدا أكثر الموجودين فيه ملتحون وفيه أكثر من مئة وأربعين حافظ لكتاب الله وأكثر من مئة وعشرين حافظ لأكثر من نصف القرآن وفيه أكثر من مئة شخص يحفظون أكثر من عشرة آلاف حديث من أين هذا يا إخواني هل كانوا يعدون المجتمع وعندهم هالقنوات الفضائية والإعلام الصاخب الذي يدجن الناس ويصرف الناس عن الحق هل كان يعد الناس لهذا ما كان يعدهم لهذا لكن من أين أتوا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون على من تعبثون وفي ملك من تتصرفون هذا ملك الله والقلوب بيد الله وبين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء جل جلاله قال أم لهم إله غير الله ألهم إله غير الله هل لهم إله غير الله فهم يعبدونه ما لهم إلا الله سبحانه وتعالى سبحان الله عما يشركون يعني ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يفعله هؤلاء من شركهم مع الله غيره فهو يقول بل لهم إله يعبدونه غير الله فهم يدعون أن لهم آلهة سوى الله سبحانه وتعالى تستحق العبادة ثم ينزه نفسه فيقول سبحان الله أن ينزه الله عما يقوله هؤلاء المبطلون المشركون عما يشركون قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا وهذا من سخف عقولهم ومن تكذيبهم بالحقائق لو رأوا عذابا من السماء قطعة من السماء نازلة عذابا عليهم لقالوا فيها غير ما هو في حقيقته لقالوا فيها قولا غير الذي هي عليه فيقول هذا سحاب قد جاءنا وهو عذاب ينزل عليه من السماء مثل ما حصل لقوم عادة فلما رأوه عالضا مستقبل أوديةهم قالوا هذا عالض منطرنا قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بعمر ربه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم الله أكبر قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم أي متراكم فذرهم اتركهم لا تنشغل بهم وبأقاويلهم وحججهم ومكرهم وكيدهم بلغهم دين الله ذكرهم اتل عليهم كتاب الله انشغل بهذا ودع هذا المكر والكيد الكبار فأنا أتولى أمرهم فذرهم حتى يلاقوا يومه الذي فيه يصعقون حتى يلاقوا اليوم يوم الذي فيه تنزل عليهم صائقة العذاب وهو يوم القيامة يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ذلك الكيد الكبار الذي كانوا يكيدونه ويفعلونه لا يغني عنهم شيئا ولا يفيدهم شيئا ولا أيضا يجدون أحدا ينصرهم ويغني عنهم شيئا من عذاب الله عز وجل فهذا يذهب عليهم وهذا أيضا لا يبقى لهم هم اليوم يجدون من ينصرهم تلاحقون هذا حتى في من عندنا ممن ركلوا إلى الكفار يذهبون إلى الأمريكان يذهبون إلى الأوروبيين يذهبون للسفرات وغيرها يجدون من ينصرهم ويؤيدهم على باطنهم والله إذا جاء يوم القيامة ما يجدنا أحدا ينصرهم وسيرون كيف أن ذلك الباطل الذي نصره كيف سيكون أثره عليهم نسأل الله العافية والسلام قال يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا وشيئا نكرة في سياق النفي فهي تدل على العموم يعني لا يغني أي شيء ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني والظالم منهم له عذاب قبل العذاب الذي ذكره الله عز وجل من نزول الصاعقة عليهم فهو قد ذكر عذاب الآخرة بقوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون أي يوم القيامة ثم بيّن أن لهم عذابا قبل ذلك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي قبل ذلك كما قال في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر أي قبل العذاب الأكبر الذي سيحل بهم جميعا قطعا قال ولكن أكثرهم لا يعلمون قد نزل بأهل مكة عذاب يوم بدر الذي نصر الله فيه المسلمين وقتل فيه سادات المشركين وأسر من أسر منهم وأذل الله عز وجل فيه الشركة وأهله ونكست فيه راية الباطل قال الله عز وجل واصبر لحكم ربك اصبر يا محمد لحكم الله عز وجل ولا تزغ عنه وهذا درس لنا يا إخواني الآن يضغط هؤلاء علينا في جوانب كثيرة جدا من الباطل يريدوننا أن نزغ عنها يعني يا جماعة لا تشددون علينا في قضايا كثيرة تقول هذا اليهود وهذا النصارى وهذا الكفار وهذا أهل نار وهذا أهل جنة ما في كل الناس على حق وخلوا هالأمور تمشي ليش أنتم كذا مشددين في الأمور ومكبرين للقضية وشايفين الحق مقصور عليكم يجب أن تتفهموا الآخرين وتتقبلوهم وأن سيروا الأمور ومشوها كما تشاء ما الأمور كذا بهالحدية وهالقطعية وها المنابذة للآخر وها نفي الآخر وهذا كله يا إخواني يريدون الضغط به علينا حتى نتنازل عن حكم الله ولا نصبر على ما آتانا الله عز وجل لا والله ما لله إلا دين واحد ومن يبتغي يرى الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ونصبر على هذا الأمر ولو قل الناصر ضعف المعين ولو شعرنا أنهم اجتمعوا علينا ينفخون بباطلهم ليلا ونهارا عبر وسائل إعلامهم فإن هذا كله لن يجدي سينتصر الحق سينتصر الحق شاءوا أم أبوا لأن الله قد وعد بذلك ووعده هو حق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما يبقى بيت مدر ولا وبر يعني بيت في الحضر ولا في البادية إلا دخله هذا الدين فالله سيعز دينا لكن نحن هل سنقوم بدورنا في نصرة هذا الدين الذي ابتلان الله به أو أننا نتنكب ونرجع ونضعف أمام هذا الباطل الذي كثر نسأل الله العافية والسلامة وعظمة آلاته لا لمثبت على الحق اصبر لحكم ربك أثبت على دينك يا محمد لا يستخفنك الذين لا يوقنون انظروا الآن في قضايا المرأة قضايا مسلمة وواضحة ومثل الشمس في رابعة النهار ومع ذلك يجادل النفية يجب أن تخرج المرأة يجب أن تعطى المرأة حقها طيب والمرأة التي تبقى في بيتها وعند أولادها وتشرف على المملكة مملكتها وتبقى مكنونة كالجوهر المكنون مخدومة مصونة بعيدة عن مواطن الريب هذه وهذه عاطلة باطلة ما لها نفع ولا منها فائدة ما دامت في بيتها فنصف المجتمع مشلول طيب وين وديها؟ قال طلعها ببيت جيرانك تشتغل عندهم تجي حرمة الجيران تشتغل عندك هنا تصبح عاملة طلعها لكي تعمل عندنا كي نستمتع بها ونعبث بها وبشرفها سبحان الله وننظر هذه المرأة التي تخرج الأجيال وتربي الرجال تسمى عاطلة تسمى لا يقول نصف المجتمع مشلول ومعطل وما يزالون يضغطون حتى نجد بعض الدعاة هداهم الله يستجيبون له ويوافقونهم على شيء من أقوالهم والله لو عقلوا الحقيقة لعلموا أن المرأة تقوم بدور أكثر مما يقوم به كثير من الرجال وهذا الفساد الذي عم في الأرض والبطال التي يعاني منها كثير من العالم سببه إخراج المرأة من بيته لأن المرأة لو بقيت في بيتها لو وجد كل الرجال أعمالا في كل مكان وفي كل زمن الآن يقولون 61% من الأيد العاملة في العالم نساء طيب عذر الرجال إذا ما لقوا عمل وإلا لا يا أخواني ومع ذلك أثر عمل النساء على النمو الاقتصادي ضعيف يقال إن 61% من العاملين من النساء في العالم وفي الوقت ذاته واحد بالمئة من المدخرات هي للنساء يعني لأن المرأة من طبيعتها أنها تصرف المال في شهوتها وحاجتها ما خلقها الله عز وجل لكي تمسك المال وتنميه وتغذيه وتدخره للأيام وغير ذلك هي تصريفه مباشرة بخلاف الرجل الذي خلقه الله ليكون قيما على هذا المال ومقيما له الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فجعل الأموال بأيديهم تذكرون في سورة النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال بعض العلماء السفهاء منهم النساء لأن المرأة ما تستطيع تصبر على مساك المال هذا من طبعها في الجملة ومن شذفه وقليل بخلاف الرجال فهم يريدون لا يريدون بذلك يا إخواني أنه والله تعمل المرأة وإنما يريدون الله فساد العالم والله يريدون فساد العالم وهم الآن أمام مشاكل هائلة جدا في كل دول العالم التي تتبع هؤلاء الناعقين وما يستطيعون يخرجون من هذه الدوامة دوامة البطالة وكيف إيجاد الأعمال للرجال وغير ذلك وستبقى هذه ما لم تعود المرأة إلى مكانها الطبيعي وهذه الآن الجمعيات التي تقوم في الأمم المتحدة وفي غيرها تضغط على العالم وتسن القوانين من أجل أن تسوي الرجل المرأة حتى من باطلهم يقولون المرأة مثل الرجل في كل شيء حتى البحوث والدراسات التي أثبتت بين الرجل المرأة فرقا يقولون هذه كلها كذب المرأة مثل الرجل تماما سبحان الله والعجيب أنهم والله ما أنصفوا انظروا إليه ماذا يقولون يقول يجب على المرأة أن تعمل جميل العمال التي يعملها الرجال طيب وهل يجب على الرجل أن يعمل جميل العمال التي تعملها النساء لا وإذلك المرأة تظلم ظلما بينا في هذه الحضارة هذه الحضارة التي يراد منها إفساد العالم فيتخرج في الصباح لتعمل مع زوجها وتجلب المال كما يجلبه زوجها ثم إذا جاء المساء يجلس الرجل المتكئ ليقدم له الطعام والشراب ومن الذي يعمل المرأة بالله عليكم هذا عدل وإنصاف المرأة هذا هو عين الظلم ولذلك نحن نقول فاصبر لحكم ربك اصبر يا محمد لحكم الله وإن ضغط أهل الباطل أكثر من الحجج كما ذكر الله هنا في قوله أم يقولون تقول أم عندهم خزائن ربك أم لهم سلم أم له البنات أم تسألوا ماجرا أم عندهم الغيب أم يريدون كيدا أم لهم إله وإن يروا كسفا كل هذه الحجج والشبهات أثبت فالحق الذي معك هو الحق وسينصره الله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي بمرأة منا أنت في حفظنا وكلاءتنا ورعايتنا ولكن الله يبتلي يجعل هذه السنة سنة المدافعة يقوى الباطل ليقوى أهل الحق فيدفعون باطلهم تبقى هذه المدافعة ليبلو الله عز وجل بعض العباد ببعض ولكن ليبلو بعضكم ببعض قال وسبح بحمد ربك استعن على هذا الصبر بالتسبيح قال وسبح بحمد ربك أي سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد تقول سبحان الله وبحمده متى حين تقوم وأبهم تقوم من ماذا أو تقوم إلى ماذا قال بعض السلاف حين تقوم في صلاتك وإذاك تفتتح الصلاة بالتسبيح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إنها غيره وقال بعضهم حين تقوم من نومك فعن المسلم إذا قام من نومه يقول أول ما يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك ولا والحمد وعلى كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وهي ثبت فيها الحديث من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا والحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم ثم دعا أو فإن دعا لا 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 هذا الحديث وحده نعم فإن دعا أو قال قام فصل استجيب له المهم هذا الحديث مما يشرع للإنسان أن يقوله إذا تعار من الليل يعني إذا قام بعد نوم ففيه سبحان الله والحمد لله ومنهم من قال وسبح بحمد ربك حين تقوم أي حين تقوم من مجلسك فإنه يشرع للإنسان إذا قام من مجلسه أن يقول سبحان الله كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونقول ونقول ما دام العمر جاء مطلقا فإنه يشمل هذا كله تسبح حين تقوم في صلاتك وتسبح حين تقوم من مقامك من مجلسك وتسبح حين تقوم إلى صلاة الليل كل ذلك يكون فيه التسبيح ويتأكد فيه التسبيح تسبح بحمد الله أي تسبيحا مقرونا بحمد الله ما فائدة هذا التسبيح المقرونا بحمد الله أن التسبيح تنزيه لله جل وعلا من النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقين والحمد هو إضفاء لصفات الكمال والجلال والجمال لله عز وجل فأنت بهذا جمعت بين التخلية بالتسبيح والتحلية بالتحميد ولذلك قل أن نجد التسبيح إلا مقرونا بالتحميد تقول بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله في كل المواطن تقول سبحان الله والحمد لله يعني تنزه الله فتخليه عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقين ثم تحلي فتذكر صفات الرب سبحانه وتعالى بقولك الحمد لله لأن من قال الحمد لله فقد أثبت جميع صفات الكمال والجلال والجمال لله عز وجل وليالي قال نجد حسن قال والحمد لله تمنأ الميزان لأنك إذا قلتها كأنما أثبت لله جميع الأسماء والصفات الحسنة الكاملة قال الله عز وجل ومن الليل فسبحه استعن يا محمد على ما يقول لك أهل الباطل بالصلاة في الليل وهذا سبحان الله من أوائل أوامر القرآنية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيل إن لك في النهار سبحا طويل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل الرب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وأصبر على ما يقولون وهجرهم وهجرهم فمن أعظم ما يعين الإنسان في الصبر على مدافعة الباطل والثبات على الدين قيام الليل واليوم يوم ضعف كثير من الناس أمام موجات الإلحاد والباطل التي بدأت تدعم دعما لا متناهي من أهل الباطل ويضعف بعض أهل الحق بالقيام بحقهم من أعظم أسبابه أنهم لا يقومون الليل لا يمدون بسبب إلى السماء فيزودون أرواحهم بالقوة العلوية عندما يخلون بربهم في ليله قال الله عز وجل ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم أي عندما تدبر النجوم أي عندما تدبر النجوم في آخر الليل قال أكثر أهل العلم أي يقصد بذلك ركعتاء الصبح وهذا عليه أكثر السلف ومن هنا تأكدت ركعتاء الصبح فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر وفي الحظر وهما من أشد النوافل تأكدا ولذلك ورد في الحديث أن لا تدعوهما ولو طردتكم الخير وإن كان في إسناده ضعف وقال ركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا من هذه السورة العظيمة وما تعلمناه من أحكامها وحكمها وعظاتها وعبرها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علم ينفعنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر